أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن أبرز حدث حالياً موجود عبر السوشيال ميديا وصفحات مواقل التواصل الاجتماعي وهي جواز الجلوب سوكر في الإمارات العربية المتحدة جائزة كبيرة جداً جائزة قائمة جداً كل نجوم العالم بيشاركوا فيها على جميع الأصعادة لما بتتكلم على أبرز نجوم العالم بتتكلم على أبرز الأندية أبرز المدربين حتى على مستوى الضيوف والفي آي بي والفي في آي بي في الحضور اللي بيحصل فيه الجائزة اللي بتقدم خلال مشاركة أبرز النجوم القرى العالمية في شهر يناير في دبي زي ما نشايفين على الشاشة احنا لو هنتكلم على الجواز كل اللي همنا بالتأكيد تواجد النادي الأهلي الحمد لله والفضل لله تدخل تبص على جواز الاتحاد الافريقي تلاقي النادي الأهلي هو الممثل المصري الوحيد في هذه الجواز بالإضافة إلى النجم محمد صلاح تروح لجواز جلوب سكر هتلاقي فيها برضو النادي الآلي والممثل المصري الوحيد بالإضافة إلى النجم محمد صلاح يعني لولا تواجد صلاح والنادي الآلي ما كنتش هتلاقي أي طرف من أطراف القرى المصرية في جواز الأفضل سواء في الكاف أو حتى في جواز جلوب سكر النادي الآلي داخل في أربع مسابقات أولا جايزة أفضل نادي على مستوى العالم النادي الآلي موجود ضمن عدد كبير جدا من الأندية جايزة أفضل نادي على مستوى الشرق الأوسط جايزة أفضل مدرب في 2020 وكمان جايزة أفضل لعب في منطقة الشرق الأوسط عام 2023 وفيها كابتن محمد الشناوي لو هبدأ معكم أول حاجة قدامنا أو هنبدأ بجايزة أفضل لعب في العالم لعام 2023 طبعا في البداية وعلى رأس القيمة النجم المصري محمد صلاح لعب لفربول الانجليزي موجود معاه ليونل ميسي في كريسيانو رونالدو البلجيكي كيفين دوبراين المهاجم العملاق النرويجي إيرليان جهالند مهاجم طبعا فريق منشستر سيتي كمان في هاري كين كريم بنزيما فينيسيوس جونيور المغربي ياسين بونو حارس سامارمة المنتخب المغربي الفرنسي أنتوان جريزمان كيليان بابي النيجيري فيكتور أوسمن والحارس الكاميروني أندري أونانا طبعا هو حوالي 30 لعب بس أنا قلت أبرز حوالي 10-11 لعب من القايمة لكن طبعا على رأس القايمة النجم المصري محمد صلاح لما نروح لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023 القايمة ضمت 15 مدرب بناء الإنجازات التي اتحققت في الموسم المنقضي موسم 2022-2023 طبعا على رأس القايمة السويسري مارسيل كولر مدرب النادي على أهل المصري مع كمان الإيطالي كارلو أنشلوتي في مايكل أرتيتا مدرب أرسنال في بيبا جوارديولا سيتي في سيموني إنزاجي مدرب انتر ميلان لوتيانوس باليتي مدرب إيطاليا توماس ساتوخيل مدرب بايرني ميونيخ في تشافي هنانديز مدرب بارشلونا ترجمة نانسي قنقر